السلام عليكم إذا من اللي تصبح الموقع الإلكتروني ديالك تجيب المرحلة التالية على وهي تجيب ترافيك الموقع ديالك الترافيك هنا هم الزوار يعني اللي تيدخلوا للموقع ديالك و يشوفون اللي بخدوة و اللي سيغيث اللي كتبين بالنسبة لهذا الفيديو غادي نحضروا على الشق ديالي بوست أو لبلوك بوست أي بحالش أنك تحتل زغتك في السيط ديالك و تجيب بهم ترافيك باش أنني نوضح لك اكتر غادي نشوفوا واحد المثال إذا المشينا لانكمات و غادي نمشيو الاناليتيكس باش نوريك اللي بوست اللي جابو لنا الترافيك من جوجل إلا مشينا مثل الكي ورد اوهبطنا هنا غادي نلقاوا اللي كي يجيبو الترافيك الستيط باش كتعرف بلي ان الكي ورد كتجيب لك ترافيك الستيط قد ستبقى تشوف في البوزيشن وهنا كتوريك واش الكي ورد كتتحركوا للا شوف أيضا الامبريشنز تقريباً هناك تقريباً لك أن تقريباً لك أن تقريباً لك هذا الكيوورد يعني بنت الزائر لا يوجد ضرورة لك عليها ولكن هذا الكيوورد يتطلع في الـ Search Results الذي كان يقريباً لها لن نتحدث عن الكيوورد وإنما في بلوك بوست حيث هو ما الذي نريد أن نرى إذن ستذهب إلى SU Performance وهنا سيقريباً لك بوست التي تطلع في الـ Search Results أو التي تأتي لك ترافيك لك أول شيء سوف نرى مثلاً سوف نرى هذا الإجزام بربعة إذا جئنا مثلاً لأختيك للرابع How to Redirect to Checkout WooCommerce إذا قلت له Copy ومشيت لجوجل إذا جئنا نقلبه على هذا العنوان ودرناه في الـ Search ستجد أن تجد أن يوجد منفصة كثيرة يعني لا يوجد الكثير من الناس الذين ستجدون بحالة أن تقريباً إذا قلت له فيديو من بعد الفيديو ستجد أن تجد أختيك للرابع الذي ستجد نهار 18 أكتوبر 2022 How to Redirect to Checkout يعني عندما يأتي شخص يقلب How to Redirect to Checkout Bestway in 2022 ستجد أن تجد أختيك للرابع وهذا هو الأختيك المساوب بطريقة احترافية وعطيناه لزرق زونب بلين فوتو إلى آخر هذا الركن ديجا أضرت عليه في الفيديو ومالك يشوف مثلا الأختيك المساوب هنا تستطيع أن تضع له بخود ويديالك أو بخود ويديالك أو بخود ويديالك أو بخود ويديالك اللي سنسين عندنا هنا هو بحالة أن تجيب الأختيك المساوب لزرقك المساوب ويديالك أيضا هذه الجهازات يعني مثلا نقلب على How to Add WhatsApp Button to Your Website وعطيناك هنا وعطيناك هنا ستجد أن تجد أختيك المساوب وهذا هو الإرسال الذي يُديالنا الذي هو هذا إذا كنت تجيب الى سوف يدينك على الإرسال لزرقك المساوب إذا لكي تستغل هذه القضية لبلوك بوست وتجيب بهم الطرفيك للسيطي ديالك يكفي فقط أنك تمشي البوست وتكريي البوست وتحاول أنك تoptimizeهم على سبيل المثال سأقوم بعمل هذا البوست هذا البوست الذي كتبت هذا البوست يهضر على best way to start an online يعني an e-commerce business in 2023 يعني بحالة أنك تبدأ وحد ال e-commerce business 2023 وكما تعرفوا أننا نزل من 23 بقى لها تقريبا واحد شهرين لكن أنا بالنسبة لي بغيت أن نحاول يعني نخدم على هذا التائتل أو على هذا البلوك باش في 2023 الناس فاش تقلب مثلا على هذا الأختيقل هذا نقدر أنني نطلع لهم يعني من الأول إذاً غادي نأخذ العنوان وغادي نمشي المدونة ديالي وغادي نبوستي التائتل هنا وغادي نمشي نأخذ الرسيكل ديالي انتب طبيعة الحال الرسيكل غادي تكون ديجا خادمو يعني ديجا مصاوبو إلا رضي معي البال هناك يقول لي بالتائتل إلا جيت نشوف السكور ديال التائتل اللي هو هذا 68 بالنسبة لي أن 68 رح جد كافية سوف ندوزل المرحلة الثانية هي الاسيو ديال لغتك الكاملة وكما أنني نخدم الاسيو ديال لغتك الكاملة سوف يخصني هو الأول لأنني نصوب البرامتر اللي يكونوا بغضيفو في الإيديتر من بين هاته البرامتر أول حاجة الكاتيجوري يعني هاته الاختيجوري يعني هاته الاختيجوري بغيتي تحطيه أنا غادي نقول لي حاليا في بلوغس ما زال ما كريتش للكاتيجوري لكن كنت مثلا تديرو في الورد برس ندير ورد برس هنا بالنسبة لي سوف ندير مثلا اي كوميرس سوف ندير لي بزنس بالنسبة الفيترد ايميج أنا بالنسبة للفيترد ايميج سأتصابتها ودي أمولوديتها في سيت لقد أضعت له سيت فيترد ايميج هذه هي الـ Featured Image هذي انتا بحل تصوبها راه ديجرش رح تليكم بحل تصوبوهم بـ Canva Canva راح فيه مجاني ما ستخلص وكما تشوفو راه صوبت الإيماج بطريقة بسيطة هذو هما الـ Exemplos اللي ستقدر انك تخدم بهم كليكي عليه خذ هذا اللي بيتي نضع الموضيفكاسون اللي بيتي وفي الاخر ستذهب إلى Share و ستجعل له download بطريقة بسيطة الوقت من اللي نضع له الإيماج هنا سنقوم بحلقة الخلاصة لك و سنقوم بحلقة الخلاصة لك لماذا ستحدث؟ يعني ديما تحاول انك تضع له الخلاصة و من بعد بالنسبة لك نقوم بحلقة الموضوعات الموضوعات و من بعد ستجعله ستجعله الـ SEO الـ SEO أول شيء ستجعلها هو و تنقوم بحلقة الخلاصة و بالنسبة للنسبةل نقوم بحلقة الخلاصة ستجعله بحلقة الخلاصة بـ SEO بحلقة الخلاصة لا يمكنكم تعود أن تتطرقوا بهم هنا ستجعلون الـ موضوع سوف نضع بحلقة الخلاصة الفوكس كيوورد هناك سيطلع لك ستاوستين فلوكا دي انا سيطلع لك ستاوستين ومن اللي يقول لك يعني فاش كدت تضع لفوكس كيوورد غد يعطيك هذا اللي زيتاب هذو اللي يخصك انك كلهم تجيبهم يكونوا all good نبدأ بالباسيك اي سيوي البيسيك اي سيوي اول حاجة قليك باللي الفوكس كيوورد ملقهاش في الاي سيوي ميتا ديسكريبشن الاي سيوي ميتا ديسكريبشن هي هذي اوكي يعني هذي يخصك تقدى اذا كنت تقدى تضع لفوكس كيوورد في الاولى من بعد تكمل تكوبي ذلك الخلاصة اللي كنا حطينا في الاول و تجيك تضعنا يعني تقول e-commerce business is becoming اكسيطرا على حسر انت الارسيكل ديالك شنو فيه من اللي كنت سيلي هذي ارد معي البال تحيدات ليا الفوكس كيوورد في الاي سيوي ميتا ديسكريبشن قال لك هنا و تاني يوز فوكس كيوورد in url يعني باش انها تطلع في url يمكن فقط انك تضع الارسيكل ديالك و انفو كتبلي الارسيكل فهذه غادي تمشي لك وهذه هي الطريقة باش انك تبقى قادي كتشوف الشروط اللي كيقولك مثلا هذي الامج اللي كما كنت ديجا هدرت لكم قال لك الفوكس كيوورد اللي انا هي هذي قال لك الفوكس كيوورد ما كانش في لماجه باش الفوكس كيوورد اكتواليزي الاباجي لما اطلعتش لك ملا مشينا الليماج كالقوها تحيدات من بعد هنا كيقولك باللي ما عندكش لينك out to external resources اوكي هنا شنو كيقصد لك external resources يعني فالارسيكل ديالك خصك تكون ديجا داير يعني ديليا اللي غايد ديوك بحلقة للروابط خارجية نشرح لك اكثر هنا كنهضرو مثلا على best way to become to start an e-commerce business مثلا نقدر اني ليست ديالي هذا ديال شوبيفاي الذي يهضره على نفس نفس الموضوع وغادي نجي start a business وغنضي ليها الليان ديال شوبيفاي وانفو غنضيره غادي يمشي ليها غادي يمشي ليها غادي يمشي ليها الليان لاتشي وغنضي ليها ضروري تكليكي على هاد هاد سبميت ونفوك تكليكي على سبميت الليان كيمشي نفس البلان عودتاني هنا كيقولك internal links internal links تقدر انك تليي يعني اللي زغتيك المدوانة ديالك فصل البلوغ اللي هي هادي مثلا غادي نمشي best way to start an online business غادي ناخد الليان دياله وغادي نجيل هنا وغادي نمشي مثلا ناخده start an e-commerce business هنا غادي نحط له الليان وغنضير سبميت كما كتشوفو انفو كتدير سبميت هناك يبقى لك واحد اللي يغغ اللي هو هذا ديال content ai بالنسبةل هاد content ai رما كيت تحييت حيث غادي اتخلص الكريديت في رانكمات باش انك تحييت ماليك تسالي تقدر ايضا تزيد الروابط مثلا هذا ديال نيمتشيب بغينا هاد هاد الريفيو هادية اليوانا مشينا على focus keywords ما في نغضي نحط الروابط نقدر ايضا نزيل الانستغرام نزيل الانستغرام مثلا نزيل الانستغرام success الى اخير كتبقى تحسن في التكست كتبقى تشوف ماذا المطلوب منك لكن لنقوم بها مثلا عندك غير 80 اعلامية نقوم بعمل 80 اعلامية ماليك تسالي هذا المراحل سوف نرى الارتكل وهذا هو الارتكل best way to start an e-commerce business in 2023 هذه هي الفوتو هذا هو الارتكل اللي نقدر نزيد نقدر نزيد هنا هذا احد اسم سنضيف ونقوم بعمل عنوان كبير سنقوم بعمله سوف نقوم بإمكانه في جديد سوف نقوم بإمكانه سوف نقوم بإمكانه سوف نرى هذا الارتقل لذلك نحضر الارتقل سوف نقوم بإمكانه ومع ترى الارتقل سوف نقوم بإمكانه سوف نقوم بإمكانه ومع ترى المعلومات المهمة ومع ترى التمتيل ومع ترى قرارة نحن بإمكانه سوف نذهب إلى Google Search Console سوف ندخل الارتقل المعلومات الموجودة سوف نقوم بإمكانه سوف نذهب إلى البرابرتي حاول أنك ديمة تسليكسيون الدومين نام الذي نتخدم به يعني هذا هو نيد أكاديمي عربيك نيد أكاديمي دات أورغ سوف نجيل هنا و سوف نقوم بسيطة الأكاديمي و سوف نقوم بسيطة الأكاديمي و سوف نقوم بسيطة URL Inspection هنا كي يشوف عام جوجل سوف نقوم بسيطة أكاديمي و سوف نستخدم سوف نقوم بسيطة lung سوف نقوم بسيطة تسليف هنا سوف يقول لك قوم بسيطة غير مريضة نقوم بسيطة أكاديمي إذا نقول أن نقوم بسيطة الخاصة جدا إنك لا نقوم بسيطة و سوف تحاول أن ترى كم مختلفة أو رعوة سوف نظيفك و يمكنك فقط أن تذهب إلى الحقيقة غالبية الأخطاء سيكون في هذا سيكون هنا إذا أردت معي البال هنا هذا الميتا روبوت في حالة قلتك هنا مثلاً الميتا روبوت مخدمش هنا ستجدك هنا وقد أبضيت لغتك في حالة أعطك بلي كل شي مزيان ستجدك هنا ستجدك هنا وستجدك هنا وستجدك هنا من بين الزيغوغ أيضاً يمكنك أن يخبرك لغتك في موبايل لكن في غالبية الأحيان ستجدك هنا إذا قامنا هنا ستجدك 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 هنا وهذا هو ستجدك هنا التي ستجدك هنا ستجدك هنا ستجدك هنا ستجدك هنا من هذا الفيديو إلى اللقاء ستجدك هنا ستجدك هنا ستجدك هنا